وصل وفد حماس إلى القاهرة لإجراء محدثات وقف إطلاق النار يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس